بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة ندلالي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس خلاص أزدل السطار على مونديال قطر 2022 هذا المونديال التاريخي متاريخي في كل شيء مونديال أسعد كل العرب سواء على المستوى التنظيمي اللي قدمته قطر وشرف كل العرب أو على المستوى الأداء الفني أداء فني رائع وشكل رائع ظهرت به المنتخبات العربية وبالأخص منتخب المغرب انتهى المونديال وتوجى منتخب الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخه أخيرا حصد ميسي كأس العالم ليكون أحسن ختام للأسطورة ميسي ميسي هو صاحب الأرقام القياسية والحقيقة واحد من اللاعبين اللي تعتمد عليهم بشكل كبير جدا جدا ميسي النهاردة كل اللي بيحبوا ميسي يسقفولوا الحياة مش كل اللي بيحبوا ميسي من لا يحب ميسي وهم قليلين جدا 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 النهاردة اتفقوا على حب ميسي تخيل حضرتك النهاردة الناس وقفة أو بتلعب كرة قدم علشان خاطر الأرجنتين تكسب عشان خاطر ميسي فالحقيقة ما عرفش فيه الجيل البتاعي أو الأكبر مني شوية حضر كأس العالم 86 اتفرجنا عليها وكنا وعيين لللي بيحصل فكان عندي 10 سنين 11 سنة أنا تحديدا يعني وانا بتفرج على 86 اللي ما شافش 86 مارادونا ما شافش كرة قدم اللي ما شافش 86 مارادونا شاف 22 ميسي بالزبط هو هو اللي بيحصل في 86 ولكن مارادونا الحقيقة كان عامل بطولة أسطورية ايضا هذه البطولة هي بطولة أسطورية لليونيل ميسي اللي كان يستحق كرة القدم حبة ميسي وهو خلنا نحب كلنا كرة القدم من خلال اللي بيعمله واللي أسعده لكل واحد بيحب كرة القدم في العالم كله ميسي هو محبوب كل ملايين اللي بيشجعه ومن المليارات اللي بيشجعه كرة القدم فهنيئا لميسي هذه البطولة وهنيئا للأرجنتين بطولة كأس العالم 2022 البطولة الأفضل في كل شيء البطولة الأفضل في التنظيم البطولة الأفضل في الأداء الفني كسر عدد كبير جدا من الأرقام القياسية في هذه البطولة وبالتالي يمكن البطولة الأولى في تاريخ كأس العالم اللي تلعب في الشتاء وبالتالي هي بطولة الأولى في كل شيء ألف ألف مبروك لإخواتنا في قطر ألف ألف مبروك لإخواتنا في المغرب ألف ألف مبروك لإخواتنا في السعودية وفي السنغال في كل حتة الحقيقة كل العرب وكل الأفرقى شرفتونا وأسعدتونا إن شاء الله البطولات القادمة والتوانس طبعا منتخب تونس كل العرب الحقيقة أسعدتونا وشرفتونا وكل الأفرقى أسعدتونا وشرفتونا وكنا سعداء جدا جدا جدا